موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تنصف الشهر آله فاه وانصرم واختص بالفور الجنات من خدم وأصبح الغافل المسكين منكسرا مثلي فيا ويحه يا عظم ما حرم من فاته الزرع في وقت البذار فما تراه يحصد إلا الهم والندم طوبى لمن كانت التقوى بطاعته في شهره وبحبل الله معتصما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا يقول ربنا جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ما أعظمها من ليلة يختارها ربنا لإنزال كتابه جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى البيت العتيق في السماء الدنيا ألا له الخلق والأمر يختار من خلقه ما يشاء ليرفع قدره فاختص من خلقه أنبياء ورسلا ويختار مما خلق من الأمكنة مكانا فيشرفه ويعظمه فاختار مكة والمدينة والأقصى وخلق الأزمنة فاختار منها رمضان ولم يتوقف الاصطفاء عند هذا الحد بل زاد ليخص ليلة منه اصطفاها الله عز وجل من رمضان فهي اصطفاء من اصطفاء وجعل لها هذا القدر العظيم حتى كانت خيرا من ألف شهر إن أنزلناه أي القرآن أنزلناه جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر أي في ليلة الشرف العظيم والحكم والتقدير التي يقضى فيها قضاء السنة كلها وما أدراك أي ما الذي أعلمك يا محمد صلى الله عليه وسلم ما ليلة القدر وهذا تعظيم لشأنها هذا الاستفهام وما أدراك ما ليلة القدر وتعجيب من عظيم حالها ليلة القدر خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر يعني هي خير من ألف شهر هذه الأشهر الألف ليس فيها ليلة قدر أي العمل الصالح فيها من صلاة وتلاوة قرآن ودعاء خير من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر وألف شهر هي ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهر تنزل الملائكة بحث في إحدى التاءين تنزل والأصل تتنزل ومعناه تنزل بتتابع بلا انقطاع والروح أي جبريل فيها أي في ليلة القدر بإذن ربهم أي بأمره من كل أمر قضاه الله عز وجل لتلك السنة وهنا من بمعنى من كل أمر يعني بكل أمر فمن هنا بمعنى الباء سلام هي أي هي سلام من الشر كله من غروب الشمس إلى طلوعها فهي ليلة خالية من الشر والأذى تكثر فيها الطاعات وأعمال الخير والبر وتكثر فيها السلامة من العذاب ولا يخلص الشيطان فيها إلى ما كان يخلص في غيرها فهي سلام كلها حتى مطلع الفجر إلى وقت طلوعه وأيضا لكثرة السلام فيها من الملائكة التي لا تمر بمؤمن ولا بمؤمنة إلا سلمت عليه فهي سلام حتى مطلع الفجر ليلة القدر قد أخفى الله عز وجل علمها علينا لكي يجتهد الناس في طلبها فيقفوا بين يدي ربهم مصلين داعين وهذا من فضل الله على عباده أن يمكنهم من الوقوف بين يديه ولأنها لو علمت فسيقتصر في العبادة عليها دون سائر العشر الأواخر يقول الفخر الرازي رحمه الله إن الله أخفى هذه الليلة لوجوه يعني لأسباب أحدها أنه أخفاها كما أخفى سائر الأشياء فإنه أخفى رضاه في الطاعات لكي يرغبوا في الكل يعني في كل الليالي وأخفى غضبه في المعاصي ليحترزوا عن الكل يعني ليرغبوا في كل أنواع الطاعات ويحترزوا عن كل أنواع المعاصي وأخفى الإجابة في الدعاء ليبالغ العباد في كل الدعوات وأخفى قبول التوبة ليواضب المكلف على جميع أقسام التوبة في كل أحواله نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده المراقبين التائبين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبر الناس بليلة القدر فتلاحى يعني تنازع وتخاصم فتلاحى رجلان من المسلمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم خرجت لأخبركم فتلاحى فلان وفلان وإنها رفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة رواه البخاري وعنه صلى الله عليه وسلم قال وقد رأيت هذه الليلة يعني ليلة القدر فأنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في كل وتر رواه مسلم وعن زر بن حبيش قال سألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت إن أخاك بن مسعود يقول من يقم الحول يصب ليلة القدر فقال رحمه الله أراد أن لا يتكل الناس أما إنه قد علم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر وأنها ليلة سبع وعشرين ثم حلف لا يستثني أنها ليلة سبع وعشرين فقلت بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذير فقال بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أي الشمس تطلع يومئذ لا شعاع لها رواه مسلم ويدل عليه أيضا حديث بن عمر تحروا ليلة القدر فمن كان متحريها فليتحرها في ليلة سبع وعشرين رواه أحمد والحق أن هذه الأدلة ترجح كونها في سبع وعشرين ولكن لا يمكن القطع بذلك لأن الصحابة رضوان الله عليهم تعددت رواياتهم في تحديدها فعن عبد الله بن أنيس قال تحروا ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين وعن عبد الله بن عمر قال تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر رواه مسلم يعني من ليلة ثلاث وعشرين وما بعدها وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني متفق عليه وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان رواه البخاري وبالنظر لهذه الروايات من زاوية الاهتمام بقيام الليلة انظر بهذه الطريقة يعني لا تنظر إلى هذه الروايات من زاوية التحديد انظر إلى هذه الروايات من زاوية أن تهتم بقيام الليلة أكثر من اهتمامك بتحديدها لأن الشارع الحكيم لو أراد تحديدها لم يكن ليرفع علمها من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله عز وجل أراد مننا الاهتمام بالطاعة والمسابقة إلى هذا الخير ويظهار الرغبة في تحصيله والمسابقة لا تكون عند تحديد الليلة بل تكون عند عدم التحديد لكي يتميز الراغب المجتهد الذي يهجر نومه وراحته من أجل تحصيل هذه الغنيمة العظيمة والنؤوم الكسول محروم من نثب هذه الغنائم وكم ليلة أحييناها نتسامر ونتكلم بالحق والباطل ولعل بعضنا يذكر ويغفل أثناء حديثه فيذكر الأعراض بسوء أو يقذف المحصنات من المؤمنات أو ينقل من الكلام ما لم يتثبت منه ويتأكد ونحن قد خلق الله عز وجل لنا شفتين يحجزان اللسان فلا نفتحهما قبل التثبت والتيقن لأننا إذا فتحناهما قبل التثبت والتيقن وقعنا تحت الوعيد الخطير الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم الغيبة مرض خطير وذنب كبير والغيبة ذكرك أخاك بما يكرح والأصل أن ما ذكرته موجود فيه فإن لم يكن موجودا فيه فذلك البهتان ونبتعد عن ذكر الأعراض بسوء حتى لا نقع تحت وصف الفسق الوارد في قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون رد الله عز وجل شهادة القاذف وحكم عليه بالفسق فلنحذر فالقضية والله ليست بالهينا اللهم اجعلنا من عبادك المتقين لقد اهتم السلف بهذه العشر وهذه الليلة أي مهتمام حتى قال قائلهم يا رجال الله جد رب صوت لا يرد لا يقوم الليل إلا من له عزم وجد ومن فرط حبهم لهذه الليالي المباركات أنهم كانوا يستحبون أن يغتسلوا كل ليلة من لياليها كما كان يفعل النخعي وكان أيوب السختيان يغتسل ليلة الثالث والعشرين وليلة أربع وعشرين ويلبس ثوبين جديدين ويتطيب ليقف بين يدي الملك الديان وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا كانت ليلة أربع وعشرين اغتسل وتطيب ولبس حلة إزار ورداء فإذا أصبح طواهما فلم يلبسهما إلى مثلها من قابل وكان ثابت البناني وحميد الطويل يلبسان أحسن ثيابهما ويتطيبان ويطيبان المسجد بالنضوح وهو نوع من العطر في الليلة التي يرجى أن تكون هي ليلة القدر وقال ثابت وكان لتميم الدار حلة اشتراها بألف درهم وكان يلبسها في الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر ولم يكونوا يقتصرون في إحياء العشر على أنفسهم بل كانوا يوقظون نساءهم وأبناءهم تأسيا بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال ابن رجب ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقي من رمضان عشرة أيام يدع أحدا من أهله يطيق القيام إلا أقامه كل من عنده قدر على القيام كان يقيمه صلى الله عليه وسلم وقال سفيان الثوري أحب إلي إذا دخل العشر الأواخر أن يتهجد بالليل ويجتهد فيه وينهض الأهل وينهض الولد للصلاة إن أطاقوا ذلك وكان قتادة رحمه الله يختم القرآن في كل سبع ليال مرة فإذا دخل رمضان ختم في كل ثلاث ليال مرة فإذا دخل العشر ختم في كل ليلة مرة إن لله عبادا فطنى طلقوا الدنيا وخافوا الفتنى نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنى جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين تكثر الأسئلة حول ليلة القدر في أي ليلة هي ألا يوجد دليل يرجح ليلة معينة لماذا لا نعتمد قول الإمام الفلاني في تحديد الليلة وغير ذلك مما يتعلق بهذه الجزئية وهنا نقول لماذا نريد قصر العبادة في ليلة واحدة بينما ننام كل ليال السنة وربما لا نستيقظ لصلاة الفجر أصلا ولو أن أحدنا سعى إلى عمل أو مال يكسبه فسيطوي الليل على النهار لا ينام ليلة ولا يجلس نهاره ساعيا وراء دنيا لا يمل ولا يجزع ولا يتردد أو يكسل فلماذا نبحث عن أيسر الطرق وأخصرها في العبادات الأخروية أليس من الإنصاف على الأقل أن نقسم حياتنا قسمين قسم للدنيا وقسم للآخرة نجد البعض يتمسك ببعض الأدلة الصحيحة على أن ليلة 23 مثلا أو ليلة 27 أو 29 هي ليلة القدري فيصلي ليلها ويترك ما عدأها من الليالي وغفل عن أحاديث صحيحة أخرى تدل على أن الله رفع علم هذه الليلة غاية ما في الأمر أننا مدعوون لالتماسها في العشر الأواخر وقد رجح بعض أهل العلم أنها تتنقل في هذه العشر يعني ليست بثابتة تأتي هذه السنة في ليلة معينة في السنة القادمة لا تأتي في نفس الليلة فإياكم أن تحصروها في ليلة معينة وتهملوا غيرها فهذا والله من التهاون وضعف الهمة وقد نقل بعض أهل العلم خلاف العلماء في تحديدها وقد أوصلها الحافظ ولي الدين العراق إلى خمسة وعشرين قولا وأوصلها الإمام بن حجر إلى ست واربعين قولا وأوصلها الإمام السيوطي إلى خمسين قولا وأرجح هذه الأقوال أن ليلة القدر تتنقل في العشر الأواخر وهذا القول تؤيده وتقويه نصوص كثيرة اختلفت في تعيين ليلة القدر لكن القدر المشترك بينها القاسم المشترك الذي يجمعها أنها كلها تدور في فلك العشر الأواخر من رمضان وعن هذا القول يقول الإمام النووي وهذا هو الظاهر المختار لتعارض الأحاديث الصحيحة في ذلك ولا طريق إلى الجمع بين الأحاديث إلا بكون الليلة متنقلة في داخل العشر الأواخر وقال العراقي وذهب جماعة من العلماء إلى أنها تتنقل فتكون سنة في ليلة وسنة في ليلة أخرى وهو قول مالك وأحمد بن حنبل وقال به من الشافعية المزني وابن خزيمة وهو المختار عند النووي عليهم رحمة الله يقول الإمام بن حجر وأرجح الأقوال أنها في وتر من العشر الأخير وأنها تتنقل كما يفهم من أحاديث هذا الباب وقد نقل إجماع الصحابة على هذا القدر وهو كونها في العشر الأواخر من رمضان فقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسألهم عن ليلة القدر فأجمعوا أنها في العشر الأواخر والقول بأنها متنقلة قول يقبله كل عاقل لسبب بسيط هو أن دخول رمضان قد لا ينضبط مئة في المئة فربما يأتي شهر فنصومه متأخرين يوما أو متقدمين يوما وهذا قد يحصل فنحن لا نعلم الغيب وحينئذ لا يمكن تحديد ليلة السابع والعشرين مثلا لأننا إذا صمنا يوما متقدما فستكون هذه الليلة في الحقيقة هي ليلة السادس والعشرين وإذا صمنا يوما متأخرا فستكون الليلة ليلة الثامن والعشرين وهكذا اليوم نحن مشغولون بتعيين ليلة القدر وتركنا وأهملنا وقصرنا فيما تعين علينا فعلا ونعلمه من صلوات الفرائض فكم من اليوم يهمل صلواته إذا خرج في سفر رأيته ينشغل بأعماله فيجمع الصلوات كلها في آخر الليل هذا إذا لم يكن متعبا فإن كان متعبا يقول أنام الآن وغدا أقضيها والله غفور الرحيم ونسي أن عليه رقيبا وعتيدا وأن الله شديد العقاب وأن الموت إن أتى فإنه يفجأه لا يهمله ولا يمهله فلن يستأذنك ملك الموت ساعتها وهناك قصة تروى لا أدري أهي ثابتة أم لا ولكن أريد أن أستفيد منها عبرة يروى أن رجلا أصبح صديقا لملك الموت فقال هذا الرجل لملك الموت يا ملك الموت أسألك بالصداقة التي بيننا إن أتت ساعة موتي فأرسل إلي قبلك رسولا يخبرني وكان ملك الموت يزوره كل فترة فيسأله الرجل أجئتنا زائرا أم جئتنا قابضا فيقول بل جئتكم زائرا وذات يوم زاره فسأله الرجل نفس السؤال ولكن الملك هذه المرة قال اليوم جئتك قابضا قال له ألم يكن بيننا عهد أن ترسل إلي رسولا قبلك يخبرني بمجيئك للقبض فقال الملك لقد أرسلت إليك رسولا قال لم يأتني منهم أحد قال الملك بلى ألم يرق عظمك ألم ينحن ظهرك ألم يثق اللسانك ألم يبيض شعرك كل هؤلاء رسلي إليك أفلم أرسل إليك رسولا بلى أرسلت العبرة من هذه القصة لنتق الله قبل مجيء الأجل للمعاصي متعة ولذة ولكنها والله تزول وتنقلب حسرة وندامة فيا سبحان الله حين أخفى عنا ليلة القدر لنجتهد ونتزود لآخرتنا ولكن نحن مشغولون بطلب التحديد ولو فرضنا أن عندنا امتحانا غدا فاجتهد بعض الطلبة وقرأ المادة المطلوبة كاملة واقتصر الآخر على صفحتين أو ثلاث وقدر الله أن ينجح الطالبان ولكن هنا نسأل هل هما متساويان برأيكم هل يستوي الذي عرف الكثير وقرأ كل شيء بالذي عرف القليل لا أظن هما متساويين فالله عز وجل لا يساوي بين من أحيا وقام ليلة العشر الأواخر بمن يتحرى ليلة من الليالي ليقيمها والله لا يضيع أجر المحسنين أبعد أن وصف الله عز وجل رمضان كله بقوله أياما معدودات نأتي نحن اليوم لنبحث في المعدود عن محدود وهذه العشر لو تفكرنا قليلا إنما هي ثلث هذه الأيام المعدودات رمضان ثلاثون يوما والعشر ثلثه ولو حسبنا هذه العشر من السنة كم ستكون نسبتها لا أدري ولكن لعلها ثلث واحد بالمئة من السنة كلها أفلا نتق الله في أنفسنا اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا وارزقنا خيرها وبركتها واشغلنا بما يرضيك عنا وجنبنا الفتن عما ظهر منها وما بطن اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وما أن تعلم به منا يا رب العالمين اللهم تقبل منا قليل طاعتنا وضاعف لنا الأجر وأحسن عزاءنا فيما ضيعنا اللهم وفقنا يا ربنا لطاعة يعظم بها أجرنا وتكون سببا لنجاتنا يوم العرض عليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة